طيب خلينا نروح لأخبارنا سريعا جدا الأستاذ العاملي فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رئيسا لبعثة النادي الأهلي في السودان أيضا الهلال السوداني سيبدأ استعداداته للنادي الأهلي غدا وده طبعا من خلال تقارير بعض الصحف السودانية النادي الأهلي بيصعد للمركز الـ 11 في تصنيف أندية العالم والحقيقة خبر مؤم جدا لكل محبي وعشاق النادي الأهلي أن يصعد النادي الأهلي للتصنيف رقم 11 عالميا أو على مستوى العالم وده من خلال التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدوري للتاريخ والإحصاء المنتخب الوطني الأول يتلقى عرضا لمواجهة المكسيك وديا في أمريكا فيتوريا كل التفاصيل مهمة والفوز بالمباريات يتم قبل وقت طويل من صافرة الحكم أيضا منتخب الشباب بيتعادل مع أغندا واحد واحد في ختام تجاربه الودية قبل أمم إفريقيا النادي الترجي مهدد بالحرمان من جمهوره في ثلاث مباريات بعد فوزه على المريخ السوداني بهدف مقابل لشيء أكدت صحيف التونس الرقمية أن لجنة انضباطة التابعة للاتحاد الإفريقي تدرس فرض عقوبات على الاتراج بسبب إيه بقى؟ بسبب إشعال الشماريخ في المباراة مما سيعرض النادي لعقوبة الحرمان ثلاث مباريات من الجماهير أنا بس بوري حضراتكم إيه هي الأسباب اللي بتخلي الجماهير تبعد عن نديه الاتحاد العربي يكشف تفاصيل البطولة العربية 2023 من خلال رجال السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم ومجموعة قوية لرجال سلة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة البال 3 تنتهي أو حتبدأ يوم 26 إبريل وتنتهي إن شاء الله هذه البطولة يوم 6 مايو على أن تقام النهايات يوم 21 مايو وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه رجال طائرة الأهلي بيفوزوا على طلع الجيش 3-0 ويتأهل لنهائي كأس السوبر مصطفى عسل ونوران جوهر يحافظان على صدار التصنيف السكواش